موسيقى طبعاً معاك النهاردة الشيف منا والشيف أحمد هيعملوا لكم أكلة ونجبة العيد أحمد هتعمل لنا إياه؟ تشيز كيك تشيز كيك طيب نقول مكونات للناس اللي تفرج علينا أوكي كريم تشيز أوكي علبة 280 جرام أوكي سور كريم الكاسي كلها بيض خمس بيضات فيه سكر فيه سكر كمان السكر بسكت أوكي هميحط فيها الزبن تمام أوكي بس أنا البيض تصدق ما بعمل تشيز كيك ما بحطوش بيض لازم والله أنا كنت بعملها غلط السبين دي كلها تبتم تمسك القوام والله كويس أنك أنت قلتلي لازم طيب استنى أنا أقوم أسعدك أجابك السكر عشان نبدأ أحمد بالنياك تسأل لنا مننا أسئلة تشوف خبرتها بيعمل تشيز كيك ولا أشي عاية أوكي لا بس أنا كمان بدي أسأل عم حاول أتعلم أحمد فيه أسرار بالتشيز كيك طبع أنه قصت تحركوا لفترة معينة تحط التشيز كيك ما بدأ تحريك كثير بس ديني طبق أحمد أحضرت فيه السكر طبق فاضي أوكي صحن سوريا طبق دي بتاعتنا نور قارتنا نشوف مين أشطر قبل شوي أمننا شطر كتير المساعدة بس بالمساعدة بالمساعدة وما فيه أشطر منها بالملح على فكرة في عندكم معلقة كمان حاضرين بس صراحة أنا بدي أشوف عملية التجهيز بدي أعود جنبك همون أدي حطيته سكر سكر بنحط بس كاس ونص مع أن كتير كاس ونص بس كاس ونص كتير كاس ونص يعني من هاي هاف كب هاي وان كب هاي الهاف كب مننا ديري بالك لأن نصفنا إيه؟ من الأطباء اللي عندك أنا بس بدأ أقول له على معلقة كساعدة شكرا شكرا وسعيد أحمد شكرا شكرا فلور منوجد طيب أه هاي الزبد وصلت أحمد صراح؟ الزبدة وصلت حطها دول هون الملطقة في طعناقصى بس أنو يعني أحمد يا أعتبر أنه انت ما شفتش حاجة أوكي؟ أنشوفتش حاجة أيو بيبش حالة يعطينا والله الهحمد حذ لله وبعدين أحمد دلوتي إحنا بنكسر البسكوت الجميل دا عشان خاطر يكون هو القاعدة بتاعت الكيز كيك بالضبط حلو بعد ما بنكسر البسكوت فيه طريقة تانية أسهل من دي أحمد نكسر بها البسكوت هو مفروض بهاي بس أنا سيت فيه قطع نغسل ولا يهمنا كنت عايف كما أقول لك أنا بغشيشك طريقة تانية أحياناً بحط دول في الكيس اللي هو يتقف المفوق وكسر بالمعلقة دي كده ها تزبط كمان بتزبط شفته ايوه ايوه انت كما بتعمل؟ انت كما بتكسر؟ انت كما بتكسر؟ تلع من منا فيه اشي أفكار أفكار والله بلجد على فكرة من الشاطرة بالطبخ لاتها أنا بعرف بعرف أنا طبخة مهيرة ما تمضحونيش بأكفير شوية عمل لكم بحاشي وكده على وقت لا مباح طب انتم سألتونيش بأنا مباح طبختي ايش طبختي؟ عملت فتت لحمة فتت لحمة يا سلام ايش طبختي يا اهلم سهلا والله اي وقت على هوا عزوبت بركضي لا لا انا الأكل خمس دايق كده بيخلص طبعا احمد الحين بيهرس البسكوت ايوه البسكوت طب فيه نوع معين من بسكوت احمد لازم استخدمه للشيز كيك؟ فيه تقدر تستعمل الهال داجستيب او الأوريو الأوريو طيب كمان الأوريو كمان بس الأوريو بيكون بواكر الكريمة شفت بقى فيه حاجات بسيطة بس بتفلق من بالعادة بالأوريو بيشيلوا الكريمة اللي جوه بستعملوها مع الشيز بيخلطوها مع الشيز حلو طب خلينا نعرف الناس احنا ليه هنستخدم دور طيب هاي كاسي هاي عشان الاسات دي بس عشان نعير بيهو مخرجنا بعد اذنك هاي كاسي ده عشان نعير بيها ايه؟ ون كب هايشي يعني مثلا الشجر هلا هنحطينا مثلا كمية مش محددة فمنحط كاسي انو تجيز كيك بده كاس ونص فهاي كاسي واللي بعدها نص كاس ونص من دي سكر اه يعني هاي كاسي كاملي ون كب هاي نص والتانية دي هاف كب طيب بس هاي هاي بسكويت يجي فيه سكر المشو البسكيت هاي بس مش كتير مش كتير هاي بس هي اصلا لذاضة للشيز كيك انو كتير حلو بانو فيها كمية سكر كتير كبيرة طب احنا ستحتنا لها نعمل في ايه أحمن احناحط فيه المكسي بس انت عايف انو بحيس الشيز كيك اهم من الشيز كيك تازين تازين أصدق اه احب من فوق الكنسية فاراولاي مثلاً الحاجات دي الأول يسألوا عليها الأطفال قبل التشيز كيك نحسها نقول العين بتاكل بالزبط تحطي التشيز كيك ندك تحطي لها تزوقيها بس أنت معي أهاب التشيز كيك هي الفرانسز في حلويات صحابة نويا أبداً والله؟ أبداً أنا أحسها مدللة كده تشيز كيك عندها مدللة الشيء موجود في كل مكان موجود في كل مطار كثير حلوة كثير حلوة؟ طيب معلقة نصف طيب ممكن معلقة كمان بعد إسناك حمات؟ طيب طيب نحن هنا ضفنا مكاوم جديد هون سوس جاهز فريش بلوباري ومعلقة شوغر طيب ضفنا مكاوم تاني ده للتزيين من فوق حالة تزيين من فوق وكيف ليبني طافت نكهة ممتاز جداً أيني الزبدة؟ مفوضاً لننخلطها ممتاز أنت خلق مستيحة جاهزة؟ جاهزة ممتاز طيب هل تتصوره؟ على فكرة سألوني في الإربيز ما تعمل حاله لعيلتك؟ أنا بس عملت كاستر في حياتي هي قمة الإنجاز كاستر؟ كاستر؟ تعملوا الزلد طيب تعملوا الزلد دهأنجة حالي أحمد لصدم بشي الكريم لا تغسشوش مش السكر بتحرقه عشان يطلع كرامل بس خلاص يختي ممتاز طب ومقيت المكونات المكونات في حليب بودرة شوي حليب بودرة حليب بودرة أنا متطلعش فيا أنا أكتر شي بعمل جلوة احمد دلوقتي احنا هنضيف الزبدة اوكي دلوقتي احنا حطينا البسكوت وهرسناه كويس جداً وبعدين هنحط الزبدة ودلوقتي هنقلب المكس المكس الزبدة مع البسكوت تمسك شوي مع النا تعرفينه بعض الاحلين بيدفولها شوية ملح في ملح وفي القرفة بالقرفة بالذكت عشان خاطر تدي نكهة اكتر تعطي نكهة بس الشيزكيك هاي ما بده ارفي تتخرب النكهة شوية بتتخرب عليه نيويورك 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 تشيزكيك طب وإيه الفرق بقديني شوية معنومات تبع عن أنواع الشيزكيك في عندي كل نيويورك تشيزكيك هاي الأصلية طلعوا بعدها اللي هي البيسيكس يعني العادية ما فيها يعني يتوبت اونلي ود سوس وهيك اوكي في اللي باده طلع للشوكليت حمي الشوكليت بستخدم البسكوت بيكون بالشوكليت ومكان او بضيف عليها فلابور الشوكليت من فوق يس ممتاز وبيمكسوا مع المكشر الكريم الشيز شوكليت شوكليت بودر بودر هاي هاي خدعة كمان دي زيادة بقى ايوه تعتبر الشوكليت debugه لا يعمل بتعرفية مننا لاي يا حبيبة العرفها أحنا نفضل دوتو كده ق также طيب بلومة نؤمن دGHT قليها مستوى مزرعة تعطي عليها ورقة أو انهم وكتبوا يورايا ستة الكور اثنين ما علاقة بتسكوت يعني احكينا كمان نضف لنا يعني عدلنا سوري مرة تانية المكونات عشان اللي نسمعناش من بها بسكت داجيز بسكت تسانية جرام اوكي لسوري ثري هندرد جرامز السور كريم كاسي كاملي خمس بضات خمس بضات اهم حاجة كريم تشيز ثري هندرد جرامز والسكر معلقة السكر كاسي ونص البلو بيريز هي قلبتين دي على كيف كنت بقت زييني بها زمانتي عائلة منطوب بس هي سهلة لتشيز كليك ما بتاخدش وقت فيه ناس بتدخرها جوة الفرن هي الترك بالووتر باث نحطيها بالفرن لازم تكون مع وحات ووتر باث مش طبخ يعني لازم تكون تحتيها مية تحتيها مية بصر تستعمل زي ما احنا بنقول حمام مائي يعني حمام مائي طيب زي هي زي كريم كراميل زي زي الكريم الكريم كراميل بسوي بردو بحمام مائي محتاج لن معلقة دي لا حان هون 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 معلقتاني أوكي بنزي المك كرام تشيز كرام تشيز أول حاجب تحط مع ساور كريم ساور كريم وين قلبهم بقى مع بعض هتحط كمان البيض. الفانيلا باودر. معلقتين. انسينا اصلا نقوله من الفانيلا كنت مستخبية. اوكي. فانيلا باودر. كيس واحدة فانيلا باودر. لا هذه معلقتين. معلقتين. ممتاز. طيب. البيض عشان خاطر تديهم شوي سماكة ولا لا هتعمل. البيض بعدين. ممتاز. يعني حلويات. طيب. هلأ منضيف البيض. رحة الفانيلا دخلت. رحة الفانيلا صراحة امشي بانيلا. سويتات. بيض. خمس بيضات. خمس بيضات. بالشيز كيك. البيض ما بدو ضرب كتير. لان لو ضربت اكتر من هيك. تنفش. حلوة بتنفش. تنفش يعني. صارت تحكي لغتنا. اه اه. طيب. دلاتي نحط السكر. السكر. ونتجع تاني. اه. قولنا. الكاسة ونسكر. كاسة ونسكر. سالت. ينفع استخدم مثلا. سكر بودر. سكر بودر لا. سكر بودر لتزين. اه. مينفعش استخدمها مع البيض. سكر بودر لتزين. انا بس بقوم بدور المشاهد اللي عاب بيسأل نفسه. طيب ينفع استخدم سكر بودر. اعرف انت احيانا بيكون في حبة تبتكر يعني. فبيطلع معهم في الاخير. على فكرة انت مضبوطة تحكي. انا فكرت بهذا الموضوع. ولو. اذا فينا نستعمل السكر في ناس قعداء على السكر. استطورها دايت. ايه. فينا نستعمل هذا الشيء على. سكر دايت. بس. مثلا لسويتات معينة. السكر هو اللي بيعمل الجسم بيعمل القوام تبع الكيكي. بيكون مهم. يعني ما بينفع نستعمل سكر دايت. خرب الطعم. والله يبص ايهاب هي التشيس كيك ساكل هكده بقى. اللي بدينا عمال دايت بلا ما يعطل تشيس كيك وبلا علوها بس. هيك. اخترت كل شي خلاص. طيب دلوقتي ايه اللي فاضل احمر. خلص. خلصنا. هنحطها بقى فوق البسكوت اللي احنا حطينا عليه الزبدة. بس دي ما بتدخل بقى جوه الفورن شوية. بيتغير لونها تطلع ابيض. ابيض مع بني شوية. ابيض مع بني شوية. اوكي. ممتاز. دي مرفوض ندخلها الفورن. طيب على الفورن. خمسة وخمسين دقيقة على مئة وتمانين. خمسة وخمسين دقيقة. مش كتير. شيس كيك لا بدي خمسة وخمسين دقيقة. على مئة وتمانين. على مئة وتمانين بووتر باث. حمام مائي. بحمام مائي. ممتاز. اوكي. فالشكل النهائي بيطلع. بعد ما دخلت جوه الفورن وطلعت طلعت بالشكل ده. سقع او. يا سلام عليكم سقع هنو. ايه العيد الحلو ده يا جمال. جيبوا احمد عزام بس بتكم كيك. بصوا الشكل بقى. شوفوا الشكل بقى ونبستوا قبل ما نزينوا. عايز تصور بس حتة بعطلك حتة. هصور هصور. بتقصها قبل ما تزينها احمد. ممتاز. بس شفت قدة اللون شوية اللي انت قلت عليه مائي للأورنج. بتنفع كمان انت تعمل المسا لنكهات مخترفة بورتقان. تصدق امري مكلت شيز كيك بورتقان. في تشيز كيك بالليمون. بالليمون صح. دي بكتلع طعمها حالو. ما انا ما جربت الهالا صراح لانو ما مقتنع فيها. والله ليه. ما ما بعرف. ليمون و سويتات شوية. نس كتير بتستخدم الليمون. طب اساعدك اجيب لك أطباق لانحنا لازم نضايف الجماعة اللي هنا دون. طبعا نحنا على الهوى مباشرة. منا ما شاء الله. بري نايس أسستنت لأحمد. أيوة. بس مسكة الخشب هاي مش عمش يسموها. وصارت اخترافية. طبعا أحمد عزام. ما عملت لنا اليوم؟ تنظر. تشيز كيك. نيويورك تشيز كيك. يا سلام يا سلام يا سلام. حسنا بس هنعمل قطعتين دلوقتي كده للتقديم. وبقى احنا في البريك نو بقى نأكل برحتنا. نحنا نكون شرام لأطباق وكلام بقى مجاد بيدخل. حسنا. حسنا. دلوقتي جت فكرة ان احنا نزين القطع تشيز كيك ما فوق. أو هي بتنزل بشكل عشوائي على القطع. وبترجع انت هيك بتنصيها كديزاين. نايم. طول ايه اهب؟ عببلي عريقي مش قادر احكي. لا لا حالا حالا دلوقتي اهب. انو متقلقش مش تاخر عليك. ممتاز ممتاز ممتاز. خلصنا. خلصنا تشيز كيك الحلوة حابين تشوفوها. يا سلام. شوفوا بقى. مع تشيز كيك مننا شعبان انت في الامان. لا احمد عزام. طب مع تشيز كيك احمد عزام. انت في كتير امان. تشيز كيك. مننا. انا خلاص. اشتريت منك الاختراف. يا جماعة مع تشيز كيك. احمد عزام ومننا شعبان. شكرا يا احمد كنا عمت بخير. نورتنا يا احمد شرفتنا. شكرا يا احمد. طبعا شرفتنا ونورتنا. يعطيك العافية. راح ناكل ولكن مع الدبك الفرسانيين. مع مزيكة. يلا. يا احمد الأمير الغالي. الله حيا الخارج. موسيقى موسيقى من فإم لا يسدار بمن يعمل من تغطير به من الهاتف. نقصة موسيقى لا كنت دعا موسيقى موسيقى موسيقى